موسيقى مساءكم خير أحياناً لما بنتكلم عن موضوعات عالمية كده بعض الناس يقولون لنا تتكلمونا في حالات مش لقبة العيش يعني لكن بالمناسبة كل ما يحدث في أبعد مكان في العالم هو بيأثر عليك بشكل مباشر سواء النهاردة أو بكرة أو بعد عشر سنين عشان كده بقلنا شهور وإحنا بتتكلم عن كوب 27 واستعدادات مصر لاستقبال القمة العالمية للحديث عن المناخ والسيطرة عن المناخ هتتكلمنا في النقطة دي كتير وسألنا السؤال المهم يهمني في إيه؟ ودائماً الناس تسأل كده يهمني في إيه؟ يهمني في إيه الحفاظ على البيئة بهذا القدر تقليل الإنبعاثات اللي بنسمعه بهذا القدر إيه التغيير اللي بيحصل في العالم؟ هو في تغيير بيحصل في الخريطة أو في خريطة استخدام الطاقة في العالم سواء بإرادة سياسية لقادة الدول أو بصراحة أحياناً غصباً عن إرادتنا بسبب مقصة هذه الموارد هذا سؤال مهم جداً وإحنا لما بنفهمه وأعتقد أنه كثير من الأمور السياسية كمان في العالم بتتضح إحنا النهاردة متشرفين أنه معنا دكتور عبد المسيح سمعان أستاذ العلوم البيئية من أولنا دكتور أهلاً بك أهلاً وسهلاً دكتور شاركت حضرتك ودايماً بشارك حضرتك بفكرة أو يعني قبل الهوى حتى كنت بسأل دكتور عبد المسيح أنه فعلاً فيه أزمة طاقة لا وده السؤال الكبير اللي احنا بنسمعه الخناء الأوروبية الروسية على الطاقة فيه أزمة ولا لا؟ لا هي الفكرة مش فكرة الأزمة الفكرة إمدادات الطاقة دي هتروح فين وهتروح إمتى وتروح لمين لكن هي القصة في كوب 27 اللي احنا بنتكلم عليه إزاي إن العالم ينتقل من الوقود الإحفوري إلى الطاقة الجديدة ومتجددة لأن الطاقة التقليدية هتطلع لنا ثاني أكسيد الكربون المسبب الرئيسي لظاهرة الاحتباس الحراري إذن مش لأنها بتخلص لا وراغم إنه ده وارد الحدوث إش كده؟ لا ده هم عاوزين يحدوا منها يعني هي قد تكون موجودة وكل حاجة بس العالم دلوقتي عاوز يحد من استخدامات ثاني الطاقة التقليدية أو مصاد الطاقة التقليدية اللي هي الفحم والبترول عاوزين نقل منهم علشان هما دول السبب الرئيسي لأن الفحم والبترول فيهم زارة كربون لما بيتحرقوا بيطلع ثاني أكسيد الكربون المسبب الرئيسي لهذه الزاهرة وبيتجهوا إلى الطاقات الجديدة والمتجددة فهي الفكرة مش فكرة النقص فكرة النهاردة الدول عاوزة تتفق على الحد من استخدام الطاقة التقليدية ونتجه إلى الطاقة الجديدة والمتجددة اللي هي ما بتسببش تلوث وما بتسببش انبعاثات لساني أكسيد الكربون ده حجر الأساس في مشكلة الطاقة لكن في أوروبا نقدر نقول أنه أحيانا المشكلة بتبقى نقص الطاقة حاليا يعني الأزمة الروسية الأوروبية ما بين بعض الدول هل ممكن تبقى برضو مدخل للحديث عن مصادر جديدة للطاقة أوروبا كمان تفكر فيها؟ بالتأكيد ما هو دلوقتي الإمدادات لما بتريد تقل هم بيعتمد دلوقتي العالم استيل بيعتمد على إيه؟ بيعتمد على الطاقة التقليدية يعني جزء من الطاقة بيستخدم الطاقة الجيدة ومتجددة بس مش كل العالم طبعا لأن دي بتحتاج تكلفة وبتحتاج تقنيات وبتحتاج حاجات كتيرة جدا وبالتالي العالم دلوقتي بيتجه إلى يدور على طاقات جديدة ومتجددة مش عشان كمان النقص لا عشان كمان موضوع التلوث وعشان تغير المناخ في المقام الأول طبعا الأزمة دلوقتي موجودة لأن الإمدادات الروسية كانت بتدت تقل شوية وبالتالي هم عندهم مشكلة خاصة أن هم داخلين على فصل الشتاء إذن الفرص موجودة والفرص للأطياف مختلفة من الطاقة موجودة القادم يعني انتهى عصر الفحم بدأ عصر البترول بدأ عصر العغاز الطبيعي إيه المصادر الجديدة أو طبعا إحنا كمان شاهدنا فكرة الطاقة الشمسية وزيادة استخدامها كل واحدة فيهم لها تحدياتها يعني لكن إيه الفرص الجديدة لمصادر الطاقة الجديدة اللي ممكن تكون مطروحة على المائدة يعني قدام قادة الدول وهما بيتكلموا عن مصادر الدول تمام هو إحنا طبعا انتقلنا من فترة من الوقود التقليدي إلى الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ودي طاقات طبعا إحنا سمعنا عليها كتير يعني ومصر عندها طاقة هائلة جدا في الطاقة الشمسية في محطة بمبان في أسوان وعندنا طاقة الرياح في جبل الزيت فإحنا عندنا المصدرين موجودين ومنستخدم حاليا 20% من استخدامات الطاقة الجديدة والمتجددة إحنا ماشينا على التراك يعني 20% من استهلاكنا في مصدر؟ من استخدامنا للطاقة عموما قايمة على الطاقة الجديدة والمتجددة وده كويس جدا خلال 10 سنوات هنوصل إلى 40% وده برضو اتجاه كويس جدا بس العلقة ما ليفكر دلوقتي تطيب إيه البداية؟ إيه الجديد؟ ما هو عشان نعمل تكيف وتخفيف لإجراءات المناخ؟ لازم نفكر مش في مصدر واحد أو مصدرين لازم نفكر في مصدر أخرى وتكلفتها اقتصاديا شكلها إيه؟ بالضبط فوصلوا إلى طاقة جديدة ومتجددة وهي الهيدروجين الأخضر الهيدروجين الأخضر ده بيجي منين؟ بيجي من تحلل الميا يعني الميا اللي عندنا دي لو حطينا فيها مصدر كهرباء هيحول لي الميا دي إلى هيدروجين وأكسوجين بالضبط الهيدروجين هاخده أحرقه أو يعني بالطرق العادية يعني ويتحول إلى طاقة ما فيهاش سانيكسير الكربون لأنها ما فيهاش زرط الكربون السيم مش موجود السيم مش موجود بنام السيم مش موجود إيه بقى احنا ما داشت مش كاتل دي اسمها نقدر نقول الطاقة نظيفة طاقة تماما لأنها مصدر ما فيهوش أي كربون بس هي هو المهم بقى يعني أنا لما حل المية حللها من كهرباء شكلها إيه باستخدام كهرباء شكلها إيه لو رجعت الوقود الحفوري تاني يبقى أنا برضو إيه ما كملش سك لكن لو أنا حللتها من الطاقة الشمسية يبقى أنا كده 100% عشكا بيسموا يمكن الناس تسألنا تقول لنا طيب إحنا بنسمع الهيدروجين البني إيه الهيدروجين البني اللي هو قايد أصلا من مصدر تحل الكهرابي من الوقود التقليدي يعني بني ما هو ما هو بقاش طاقة نظيفة قوي في جزء مصدره في أي مع الوقود لكن خطوة جيدة جدا وخطوة حلوة جدا لأنه هي بس إحنا بنتكلم على الاقتصاديات يعني الوقت تقريبا الكيلو بتاع الهيدروجين الأخطر بيكلفنا حوالي 6 يورو وده مبلغ كبير نتصور أنه مع الانتاج ومع التقنيات الحديثة هينتقل إلى تقريبا خلال عدد من الساوات إلى 3 يورو يعني إحنا برضو ماشيين بيقل كساعة إيه أرخص مصادر الطاقة الجديدة الأرخص سعرا هي كل أرخص ناخد فاصل ونرجع ناخد هذه الإجابة لأنه هو بالتأكيد ما فيش حد هيرفض لكن إحنا كمان بنسمع بنقرف الأخبار مقاومة شديدة من أكثر الدول الملوثة للعالم وهي الصين مثلا على تغيير مصادر الطاقة بالتأكيد ده لي دعوة بالتكلفة مش كده بنرجع بعد الفاصل نسأل دكتور عبد المسيح كيف ستتحول كبرى الدول الصناعية كمان للطاقة الجديدة وحسابات التكلفة بالمناسبة دي المواضيع الكبيرة المهمة المعقدة اللي هتشوفوها في مؤتمر المناخ إحنا النهار ده بنحاول نبسطها كده الأسد ده والدكتور عبد بسطها لنا بعد الفاصل نكمل معها بسعاكم خير ولسا بنكمل مع حضراتكم الحديث عن مصادر طاقة بديلة اللي هتكلموا فيه قادة الدول وليه السياسيين الكبار في العالم يجتمعوا علشان ينقشوا أمور تخص البيئة بالأساس الفكرة اللي دكتور عبد المسيح كم شاركنا بيها قبل الفاصل هي فكرة أهمية هذه المصادر لسا بنكمل مع دكتور عبد المسيح سمعان أستاذ العلوم البيئية وكنت بس أل حضرتك السؤال عن المصادر الأخرى حضرتك كلمتنا عن طاقة الهيدروجينية الهيدروجين في نقطة جديدة اسمه الأمونيا الخضراء الأمونيا دي برضو هي إحنا حللنا الماء طلعنا الهيدروجين الهواء الجوي 3-4 نيتروجين فلو قدرنا نتحدى الهيدروجين مع النيتروجين بيديني حاجة اسمها الأمونيا هذه الأمونيا ممكن تبقى برضو مصدر من مصادر الطاقة الجديدة والمتكتدة كل الدنيا بتتوقف على إلى أي مدى أن هنتج وهيكلفني كام هذه النقطة هذه المعادلة الصعبة يعني أنا النهاردة الوقود التقليدي رخيص وموجود وبنقدر نجيبه من الدول إلى آخر طيب إحنا هنقدر ننتج قد إيه هيدروجين وهيكلفنا كام وهننتج أمونيا وهيكلفنا كام والطاقة الشمسية هتكلفنا كام فهي كلها اقتصاديات في المقام الأول دي رقم واحد رقم اتنين المصنع اللي بيشتغل هيشتغل إزاي هو بيشتغل حاليا بتقنية الوقود التقليدي عندما يستخدم نوع آخر من الطاقة أكيد هيغير التقنيات والتكنولوجيات بتاعته وده هيبقى مكلف هيكلفه كثير عشان كده هو بيقاول بالضبط فهو يقولك يعني أنا النهاردة أنا كصين بطلع منتج ببيع رخيص للعالم وعندي منتجات بتأخذ كل العالم وبمناسبة كلام دكتور رب عبدالسيح أنه الصين هي المؤثر الأكبر في فكرة الاحتباس الحراري في العالم لأنها المصنع الكبير بتاع العالم بالضبط فلو الصين غيرت سياساتها العالم كله ممكن تقل درجة حرارة شوفي حضرتك 60% 65% من الانبعاثات بتطلع من دولتين الولايات المتحدة والصين والصين كويس والباقي 35% من الانبعاثات بتطلع من 169 دولتين شوفي حضرتك عاوزة أقول الظلم يعني واحنا كلنا بنتأثر وبالتالي القرار الكبير في الدولتين دولت مهم جدا بالضبط هم يعني ومن الستين دول الحداشر دولة دول فيهم اتنين اللي هو الصين والمتحدة 40% إذن انت بتتكلم في دولتين بيطلع انبعاثات تقريبا يعني تلت الانبعاثات بتاعت العالم كله وبالتالي كل واحد عنده صراع سياسي اقتصادي أنا يعني هشغل صناعتي ازاي اقتصادي هشتغل ازاي طيب لما يعني احنا فرحنا قوي ان الولايات المتحدة ومضت مع الصين ان هما يقللوا استخدام الفحم وكان في جلاسكو 21 لكن هل ده تم هو ده السؤال لا ده الصين بتعلن رسميا انه ده بشي يحصل قبل 20-30 وبتبعد الاوقات طيب أنا عندي سؤال علمي تاني عايز ارجع تاني للعلم الحلو اللي حضرتك كنت بتكلمنا فيه اللي بفهمه من حضرتك دلوقتي انه مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة مش تسموها كده؟ اه طميم كلها بتعتمد على ما هو متاح ما هو رخيص اقدر اطلع منه طاقة ليه كلها مكلفة جدا؟ عشان بتستخدم تقنيات يعني معقدة شوية عشان تحليل المية ده بيستخدم طاقة وبالتالي عشان اعملي وبعدين اخذ الهيدروجين ده مش هستخدمه على طول ده لازم مثلا ممكن اسيله ممكن اضغطه يعني فيه تقنيات بتخليني اخد ده واشغاله عشان يبقى وقود يعني بياخد بروسس عمليات القصة كلها مش في المصدر ورخص المصدر لكن في طريقة في طريقة توصيله لمرحلة انه يبقى وقود ايه دي النقطة بيكلفني كامل العالم كله في الفحمه واللي بتاع الفحمه مجرد بتحطه يعني ساكي لكن دي كلها بتاخد تقنيات زي الطاقة الشمسية برضو هي مكلفة ليه؟ بنجيب خلايا و بنحط و بنحول فكل دي عمليات مكلفة هو العالم كله اي واحد عاوز يحسب اقتصادي في العالم لازم يحسب تكلفة المنتج بيعمل دراسة جدوى انا هتلع هاشتخد منطقة قد ايه عمالة قد ايه مكان قد ايه الاخيره هتطلع منتج هبيعه بكام والتالي لازم يحسب دراسة الجدوى هي دي المشكلة احنا مشكلتنا في البيئة هي الاقتصاد والسياسة والبيئة هم تلت حاجات مهمين جدا و دول تلت حاجات في غاية الخطورة لانه هو احنا اي حد بيتفرج ممكن يقول ايه و ليه ما بيعملوش الصح ليه ما بيختاروش الحلول السهلة لانها زي ما حضرتك بتقول بيتحكم فيها الاقتصاد اتحكم فيها السياسة والبيئة التلاتة لو انا حفظت على البيئة هدر الاقتصاد ده من وجهة نظر السياسيين طب و لو ضررت الاقتصاد هدر السياسة وهكذا فالمسلس قائم و عشان كده حضرتك لو تلاحظي انه حتى في اكتفاق باريس 2015 اتفقوا على اربع حاجات في كوب 26 في كوب 2015 في باريس حتى الان مفيش تنفيذ و ده اللي خل فقامة الرئيس يتحدث منذ فترة اكتر من شهر بيكلم ان كوب 27 عاوزين ننتقل من مرحلة الانتزامات والتوقيع الى التنفيذ فهم اربع قضايا مهمة جدا ليه مش عاوزين يعني يوصلوا الى اتفاق لان الصراع السياسي والصراع الاقتصادي هو ده اللي بيعمل لنا المشكلة يفضل العلم هو مصدر البهجة الوحيد في العلم شكرا دك العلم مهم لكن فيه خضايا اخرى خلينا بقيني يتخنقوا بقى بتوع الاقتصاد والسياس شكرا دكتور دكتور عبد المسياس سمعين أستاذ العلوم بيه نورتنا بسيح حقيقي نورتنا واخيرا النهار ده كانت حلقة جيلة انا عارفة ودأسما ومشاعدتنا ومجمعة كده ان احنا نتكلم كتير كلام تقيل لكن على قدر الامكان بنحاول نطالع على كل حاجة مرة تانية بقول لكل المصريين كل سنة وحنا بقى الف خير بمناسبة انتصارات اكتوبر والمولد النبوي الشريف اشوفكم ان شاء الله على كل خير اشتركوا في القناة